أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان قائلاً إن العملية هي الأكبر من نوعها منذ سنوات فيما توعد بالتصدي لهذه الأنشطة وهذا في وقت تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن الشحنة هدفها نشاط مشبوه داخل إسرائيل وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى ضبط 43 قطعة صلاح في منطقة الغجر تم نقلها في حقائب من لبنان إلى إسرائيل من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة وأضاف المتحدث أن قوات من الجيش والشرطة تمكنت من ضبط قطع السلاح التي تقدر قيمتها بـ 822 ألف دولار مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية تقديم حزب الله المساندة لمحاولة التهريب